نروح للمباراة التانية ودي كانت بين طلاع الجيش والاسماعيلي وجمهور الاسماعيل العظيم المؤازر دوما دوما للنادي الاسماعيلي لكن بدأ طلاع الجيش في الديا اربعة بهدف روعة 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 لكريم طارق وكان طبعا يعني خط دفاع الاسماعيلي هنشوفها مرة تانية واقف بغرابة شديدة جدا هنقف هنا هنقف هنا هنقف هنا هنقف هنا بص يا جماعة لا يمكن يكون هذا تنظيم دفاعي على الاطلاق تلاتة هنقف خالص اصفر ولا واحد النحيا دي والراجل الاصفر اللي عندنا هنا خالص ده ملوش دخل بالكورة على الاطلاق طبعا كريم طارق هنا استخدم مهرته في المرور بسلاسة شديدة جدا واقتحم وحط بشماله بمنتهى الروعة والجمال وهدف مبكر جدا يعني اربكة حسابات الاسماعيلي تماما لكن طبعا التغطية كانت سيئة جدا من خط دفاع النادي الاسماعيلي استمر النادي الاسماعيلي في محاولاته لادراك التعادل وكان اداءه الى حد ما جيد في بعض اوقات المباراة وطبعا بعض الكرات هنا وهناك وكان الماتش كان فيه الحياة سخونة شديدة جدا والحاكم الدولي الكابتن ابراهيم نوردين اداره بكفاءة عالية للغاية واستمرت محاولات النادي الاسماعيلي ولم يخل الامر من هجمات مرتدة في منتهى منتهى الخطورة الحقيقة لطلاقع الجيش اللي ادى الشوت الاول اكثر من رائع بعد ارتباك شديد في صفوف النادي الاسماعيلي بعد طبعا الهدف المبكر جدا لللاعب كريم طارق وكاد هنا ان يحرز هدفا اخر وحاجات في منتهى الخطورة ولابد من اعادة تنظيم خط دفاع النادي الاسماعيلي طبعا كابتن احمد حسام لعب خمس مباريات حتى الان مع النادي الاسماعيلي تعادلين وثلاثة هزائم نقطتين ولكن ارى ان الاسماعيلي يتحرك يعني اعتقد التطور موجود وعلى اللاعبين ان يترجموا هذا الامر وبدأ يعني يدفع ببعض الوجوه ودي الهدف الجميل لفراس شواط النجم التونسي في نهاية الشوت الاول شوف الفرحة شوف الفرحة قديه طبعا الاسماعيلي عايز ينتفد وزي ما قلت قبل كده النقاط مش بعيدة صحيح هو في قاع جدول الدوري لكن ماتش والتاني هتفرج جدا 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 على اللاعبين ان هم عندهم صرامة وعندهم ارادة قوية جدا في تدارك الموقف بتاع النادي الاسماعيلي اللي بيعاني الحقيقة ديله سنوات من غياهب الهبوط مع كل اسف واحد مش قادر ينطعه طبعا عن نادي الاسماعيلي يعني والكابتن حمزة الجمل حقيقة الموسم الماضي عمل معاهم ريمونتادة رائعة جدا بعد اما كانوا في ديل جدول الدوري انهى بيهم في مركز كويس نتمنى ان شاء الله استمرارية الكابتن ميدو وايضا تقديمه افضل مالة ديه واللعيبة تساعده ان هو يقدر ان هو يحقق طموحات وطموحات كل الاسماعيل لوية طبعا دي كانت ايضا فرصة هدف لطلاع الجيش وانا بقول خط دفاع الاسماعيلي محتاج مزيد من التنظيم محتاج مزيد من التنظيم عشان نشوف انفرادات بالشكل ده طبعا ده وضع صعب جدا 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 كمان دي فرصة هدف رائع 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 ويعني الياو ده لعيب جميل جدا وعنده برجا رائع وبيقدر يخش ويختحم من القلب ويرقص لو ياو انور لعيب كويس اوي الحقيقة ودخل فرصة الناس كلها ولو افلها بقوة عن كده او في زاوية ابعد شوية عن كده كانت تبقى هدف التقدم للنادي الاسماعيلي لكن هو طبعا حطها في المتناول وكان الحارس اكثر من رائع هنا ضربة الجزاء طبعا فيها تهور من باهر المحمدي وهو الراجل يعني عارف ما ارتكبه وهو قدامنا وعشان كده ما رحش الحكم ولا تكلم ولا اي حاجة لانه واضحة جدا جدا وبالتالي ضرب الجزاء وكانت في وقت قاتل تقتل المباراة الله يكون في عون يعني الاسماعيلية ومحبيها ومشجعيها ونحن منهم اعتقد كل المصرين بيحبوا النادي الاسماعيل احمد سمير تباطق فيها شوية حطها في المتناول برافو حارس المرمى طبعا انقذ النادي الاسماعيلي من هديمة محقق محقق طبعا محمد فوزي حارس رائع جدا جدا حارس الاسماعيلي تقلق فيها بشكل ممتاز جدا وحركته سليمة لازم يبقى فيه قدم على الخط قبل التزديد كانت موجودة قدم اليومين على الخط وارض لك لأحمد سمير طبعا لعيب كبير أحمد سمير لكن لم يوفق في هذه الضربة وتنفس ميدو السعضاء وإلا كنت تتبقى رابع هزيمة من خمس مباريات شكرا